هروح مع حضرتك اللي وديت اليوم إن شاء الله منتخب زنبيا من وجهة نظرك يصنف مواجهته هتكون تأثير هده إيه؟ منتخب المصري ممكن يستفيد إزاي من المواجهات؟ بس لو كان في السنين اللي فاتت تحول لك مباراة سحلة ولكن زنبيا رجعت بقوة زنبيا كانت منه منتخبات قوية جدا أخذت إذة تحرز بطولة أفريقيا عطاقت كانت 2013-2012 مش فاكر مش متذكر السنة ولكن قعدت فترة مستواها كان قالوا ما بقوش يزهروا خلص في البطولات الأفريقية السنة دي قدروا يوصلوا وعطاقوا أنهما وصلوا بأول مجموعة في مجموعتهم ففرقة طول عمرها يعني اسم كبير معهم مدير فاني برضو عنده خبرات كماسك تشالسي مش عايزة أجيب جنسيته طبعا عشان ما تسحيقش أنها لو حتجيب جنسية يعني أنا شايف المباراة تبقى صعبة خصوصا أنت بتفكري بعدها باربعة أيام مباراة كمان أتقل فإزاي روي فيتوريا حيفكر أنه يا طهرة حيقسم المطشين على اللعيبة ولا حيلعب بالتشكيل الأساسي أنه دول آخر مطشين أعداد لمباراتي هدف روي فيتوريا زي ما حضرتك بتقول النهاردة هو أن أنا إزاي يقسم الجهد بتاع اللعيبة ولا أني أوصل للشكل النهائي والقوام الأساسي اللي هلعب به المباراة الرسمية أعتقد أنه أحسن أنه يبتدي يفكر في القوام الأساسي نحن نتكلم كمان شهر أقل من شهر مباراة أول مباراة في تصفات كاس عالم مع جيبوتي ومحتاجين أنه هنبتدي بداية قوية جدا تقوى الفرق المعاكي بنتيجة كبيرة أنت بتاعب يا أستاذ القرارة مع فرقة منتخب مجموعة زي جيبوتي فمفروض تكسبه بسكور بعد كده عندك سريليون ومش هتلعبه على أرضه سريليون عندك ميزة كمان منتخب مصن الأربع منتخبات مش هلعب على أرضه يمكن منتخب الوحيد معاكي في مجموعة اللي هلعب على أرضه لغينيا بساو الأربع التانيين سواء سريليون أو أسيوبيا أو جيبوتي أو بروكينيا فاسو والأربع هلعبه خارج ملعب فمحتاجين أن أنت تبتدي بداية قوية جدا يبقى معاكي 6 نقاط لأن ما فيش عزر أن منتخب مصر ما يوصلش كاسعالة معاكي مجموعة سهلة بتلعب مع منتخبات متلعبش على أرضها ما فيش جماهير أنت أقوى منتخب كل الفرق المفروض آه معاكي فرق ممكن تعملك قلع شوية زي بروكينيا فاسو أو جينيا بساو ولكن أنت أقوى بكتير سواء كسكواد أو كتاريخ أو كإسم منتخب لا يعني أنا شاء في المصر إن شاء الله بصورة كبيرة هتبع موجودة في كاسعالة في 2026 في أمريكا وكندا ومكسيك فأتمنى أنه يبتدي يركز على قوام أساسي آه طبعا هيجرب لعيبة كتيرة ولكن أنت لو بتكلمي في 25 لعيب الموجودين كلهم لعيبة طوالة يعني أنا متكلم دلوقتي لو لعب عمرك عامد واحد أو محمد هاني يعني اللي اتنين تقال جدا ناحية تانية فتوحة أو محمد حمدي آه أمين فيهم ممكن يلعب بص فلسأ أسألك عليهم حمدي ولا فتوحة اللي ممكن النهاردة فيتوريا يعتمد علي أنا مقتنع أنه فتوحة ولكن الراجل بيقتنعاته بآخر عشر مبارات واضح أنه مقتنع محمد حمدي أنه يبالعيب الأساسي لو محمد حمدي هو اللعيب الأساسي في كل مبارات رويفو توريا لأنه لما جيه كان فتوح عنده إصابة فكان معتمد بصورة كبيرة جدا وعجات في الفترة دي فلما رجع فتوح ما قدرش ياخد مكانته الأساسية ناحية تانية لا حيبا فيه صراع يعني دلوقتي صراع ممكن زمان كنا نقول محمد هاني في الفترة الحالية وفي الظل تقلق أمم كمان عبد الواحد لا أمم كمان عبد الواحد هو اللي ممكن يبالعيب الأساسي هو اللي ممكن يكون أساسي